قرب 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 معايا شماعات معايا شماعات ليك وليها وليا شماعة لخيبة الامر شماعة للسوق الحظ شماعة للكسر شماعة للملل معايا شماعات شماعة فستين مش لاقي على الهاني شماعة بدلة للبيل منفوخ على الفاضي شماعة جلاد حكمت المحكمة شماعة قاضي وكل ما يعدي الزمن كل ما شماعتك يتقل حملها لحد ما تيجي لحظة وتتكسر ما فيش مرة حاولت تواجه نفسك وتكسر شماعتك قبل ما هي تكسرك أنا كنت زيك وحيدة ضعيفة وحزينة أهلي اللي مخترتهمش أهلي اللي مخترتهمش ولا أخترت أزيتهم لي خوفي اللي دايماً مموت فرحتي بس أنا كررت كررت أخلي كل شماعاتي فستين خروج ملونة حتى أبصوا دي بدلة حبيبي اللي أكيد في يومها قبل ما حبه دا سوليبت سغنون لإبني اللي هربيع لأنه يختار اللي عشان بقوا حب وحنيها عشان ما يش هتهمش أبداً من برا عملي اللي هعيشه على راحتي من هنا ورايح لحد ما موت مفيش حاجة هتكسرني تاني أبدا سمعيني مفيش حاجة هتكسرني تاني أبدا مفيش حاجة هتكسرني تاني أبدا أنا نازل ماشي يا عملي مش عايز حاجة البطل هابل بقى يا ابني والله العظيم حتى صحبتي زي ما قلتلك وأنا مش بصدقك إن شاء الله عنك مصدقتين يا طهر وأنا لو فيه حاجة هتكسر فأقولك مثلا مثلا يالله هاد نتكل على علامة وجعش تماغي ولا انت بتحور ومش هو دي يجي دو غري طب إي رأيك بقى اللي نزل شافتك ماسك إيه ده وأنت أي حاجة نادة بتقول هلك بتصدقها عادي كده واحدة صحبتي يا طهر من الجامعة صحبتك في الجامعة وراح تقابلها في زايد؟ هو أنا ممنوعه وروح زايد يعني ولا إيه يلا يا طهر واني ما توقعشت ناغي شوف وراك إيه يلا اتكل على الله مش مش بس خل بالك أنا جاي جاي بور يلا بور يلا بور يلا شوف وراك إيه تروح مني فين؟ يلا يا حبيبي لا ما أنا طبعا عزيرها وفاهمي قالت كده لي رغم إنها كانت صاحبة فكرة إن إحنا نكمل شغلي في النادي أكيد حد قال لها كلمة ما عجبتها ياشي وأنا قلت كده برضو على فكرة نادية على قد ما تبان قوي قوي لكن هي من جواها هاشي الله يكون فعونها هو أنت بتقول كده ليه؟ فين جزء طيب من حياتي؟ موجود دكتور وناجح جدا أنا عارف إنه دكتور فينه بقى من حياتها وحيات البنات؟ سفريات ومؤتمرات وثلاثة عيادات مش مقتنع يعني؟ بتعارف حسن الناس اللي زي دي مشاغلهم بتبقى كتير قوي طب ما تتكلم معي يا رامس لو علاقتك بيه كويسة تكلمه قولي الشغل مش كل حاجة في الدنيا بناتهم محتاجين له واضح إنها شايلة حملة كبيرة لوحدها هبقى تكلمه يا حسن بس إتا مش ملاحظ إن إنت مهتم قوي بحياتها ومشاكلها؟ عشان هي شطرة شطرة وإدرجية وأنا أحترم الشطار جدا خصوصا لم يبقوا نضاف كده وشرفة ده غير علاقتها بالمستثمرين ده اللي خلينا أقف معها وبقى بظهرها بس برضو يا أخي عنيدة ودمغها نشفة يا أخي أنا بقيت لما بسمع أي حد يتكلم عن حد أو يقول عنه حاجة حلوة كلام كويس يعني ببقى مستني أسمع كلمة بس محدش كامل يا رامسي المهم قولي إنت مالك ماليش أهو إنت مثلا هو جدع وصاحب صاحبك بس بتجد برضو بس شادي إنت وهاب ولا إيه عادي يا حسن ما تحكيلي ما تحكيلي أهو تفض فضو قالوا لك رأيي يعني أهلان إزاك يا فنان إزاك يا أونكل الحمد لله إنت أخبرك إيه أنا الحمد لله الحمد لله طرعا فين هقابلنا دا ومش أتأخر أنا مش قولنا يا أستاذ طاهر عادي هتقول إيه بس أنا مقل للنزول ما تنكرش سيبوا براحته الحسن النابس كترمز إنت ما تعرفش طيب اتحرك؟ ماش متأخرش حاضر قول لي بقى يا أستاذي ما لك؟ أنت مصر بقى هو يا ابني أنا ما صدقت إنه حيتكلم ه هنقصتني يا ابني والله حداك يا أونكل ركن العربية مكان الرجل صاحبة البيت اللي جنب بيني أوه يا حبيبي ما لقيتش مكان غير ده إتا راكم مكان اللي ما يتسماش؟ إنه إيه دا إيه دا أنت فيه مشكلة بينك وأب hurting طب بس حاتلي الم.. فتاح؟ اه يا حبيبك اهو هنقل لنا مكنة العربية عشان محصلش مشاكل هاد مش ايه اه في مشاكل بينك وبالدهرك ولا بينك؟ ده موضوع كده قديم هبقى احكي لك عنه سيبك منه مكمل الانت بقى ها قول لي مالك يا سيدي واه هو ده اللي عايزة بوقت؟ انا بتتكلم بصوت عالي ليه؟ بنتعطي صوتك انا اتكلم براحت لا مش براحت ايه؟ سده انت ولد بشافش تربية بتعلن صوتك على راجل عدبوك هو ايه اللي حصل يعني؟ ما قلت لك دفع عندنا وراكن غلط وطلع تنقل العربية عشان عارف ان ده مكانك فيه ايه؟ طاهر طاهر ده ورا العربية ومشي من سكاتي يا بابا هو اللي عدب خلاص خلاص يا طهر يلا عشان خاطرك انت بس يلا حبيبي وسع كده شكرا شكرا يا معدب والله لاتصلت بالشرطة يا عم سبنا بقى خلاص انا فضية منك خلاص يا حسن خلاص يا راجل مؤذس لعمرك انت بالزاب ما تتكلمش عن القزية وانا لا عايز ازيك هزي اه اه ما همش جايبهم برا علمت ابنك البلطاجة يا عم حل عننا بقى حل عننا بقى احترم نفسك خلاص عشان خاطري خلاص 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 انت ايه 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 في ايه بينك بالراجل ده؟ بعدين هباحكي لك الو الحاج يا رمزي موسيقى اكيد ماما رح اتلاها وحصلت مشكلة ايه الاوفر ده؟ اتلاه يوم رحوا السوبر ماركت وزمانهم جايين ازاي يعني غبية؟ حتقابلها فين؟ اكيد رح اتلاها الجامعة وعرفت من هي كده 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 هتعرف ايه لها يحصل يعني؟ هو ايه برود اللي انت فيه ده؟ انا مش فهمه اصلية اقصى حاجة ممكن تعملها هتضربها؟ عادي ويومين وهي تصالح يا بنتي واحدة تليفونها مقفول والتانية ما بتردش ازاي ما قلقش بس واحدة مضروبة ومتنكد عليها والتانية زعلانة جول يا شخص اخيرا جول 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 على فكرة انا زهقت منكو بجد انتو معندكوش دم خشوا جوه حاجة مصدر هتو بجد انتو مصدر تخرجي علشان احنا نعرف نسائفها. انا مش هزيب بنتي. هندي. هندي. رضي عليها. اه رضي عليها. نادية. رمزي. هي فيه? لسه ما فقتش. فيه ليه الدكتور? اه جوه بس تردوني. يعني ايه تردوني? ايه مش عارف. اه. ربنا يقوم منك عليها. شكرا. نادية فقت يا نادية. يا حبيبتي. شفتي بقى. فقت اول ما دخلت. ماما عملت لنا حالة توطر زيادة عن اللزوم. حمدله عالسلامة. عاببتي عاببتي بتتأسفي عليها. بس 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 بس. يا دكتور. هي هدبت هنا النهاردة? لا. حنزبط لها السكر واطراوح مايكو. شك. شحالك بس. ممم. وعملت ايه بتمرين. كويس. اخوك رجع? طب انا هكلمه. بص خلي علي يعمل لك سنقودش جبنة. تأكل وتخش اتنام على طول. واستحمل اول. عارف لو ورجعت لأيتك مستحبتش لا يا حبيب في ما يا سوح انا سايب استخان شغال انجل زي المصطفى بقى يال باي عندي غريب تعبتك معايا حسن انت لو تحب تروح ايه يا رمزيح مش اخوات ولا ايه وهم ربين اقوموا بالسلام يا رب وجزها فين من ده كله مسافر عارف ولا يسا معرفش اكيد عارف زي حيالها في السن ده يجي لقى سكر وراصلنا ابوها يا سيدي هي الوحيدة اللي ورسيتها يا حبيبتي ربين يا عينها هي امامتها يا رب اكتر وجع في الدنيا ان الضانة يبقى تعبابي نفيش وجع اصعب من كده اكيد رمزي تعالي عاوزاك لو سبعت اعني اذنك وانتي عارفة بابا طلب مني قابلت ليه ليه بقى من الاخر عشان يبقى جواز مصالح باباها معه فلوس وبابا معه فلوس والاثنين شركة فبالنسبة لهم المشكلة ان الولادهم يتجوزوا مجبتش حاجة من عندي وده طبعا بالنسبة لي فكر متخلف وانا عمري ما هتجوز بالطريقة دي ده غير ان انتو الاثنين على علاقة مع بعض فانا ما قداميش غير حل واحد ارايح بابايا عشان المركب تمشي فاحنا هنمثل اكتنا ان نتعرف على بعض وبعدين نقول ان الموضوع منفعش وانت مين بقى قالك اني هشارك في التمثيلية الجميلة دي تبتلس ايه طاهر هندسة وطاهر كمان بيعزف جتار وعنده باند صغير هو صحابه في الجامعة بيلعبه مزيك هلو ابو حلو ده عايز اسمع انا انا في انجلترا كنت برودوسر اللي كان بانده وكنت بس اقلوهم مزيكتهم وباخد نسبة خلينا نشوف النزام هنا ولو كده ممكن نشتغل مع بعض ايه رأيك انت ايه اللي خليك تجيب حسب معك انا كنت عنده وانت بتكلميني والرجل القصر ما يسيبنيش ايه في ايه ما فيش طميني انا قلت له ان جوزك مسافر وجاي بكرة يعني كل اللي بيتفق معاك عليه بعمله ايش عارفة جديم على قد ما تخضيت على هند وزعلت عليها اول ما كلمتيني وبيتيلي لحقني حسستيني انك لسه ليجي اخ وقت ما تحتاجيت لأي جنبك انا كلمت ايها بالأول بس العيد تليفون مقفول هو ده ردك على كلامي قطر خيرك يا رمز انت صهران على طول ومش فاضي لأي حد بطلي بقى يا نادي بطلي حتى لو عندي ايه هو في اهم منكم مش وقتوا الكلام ده انا عايزك تطميني كل اللي حصل زمان مش هيتكرر تاني انا كبيرت يا نادي خالق يا رمزك يا رمزك يا رمزك يا رمزك ايه اروح مش كل خمس دقايق تكلميني موسي لا هي كويسة دلوقتي شوية وحنيجي اياك تنزلي من البيت واسيبي اخواتك انت فاهمة؟ ماما بقلتلك خالق معاي انسى تكلمها يا حشو حياة ايه اروح يا حبيبتي هند زي الفل انا هفتحلك السبيكر واتطميني عليها بنفسك اهي خدها معاك انت كويسة يا هند؟ ايه اروح حبيب انا كويس انا كويس متلقيش خلاص يا ست تطمينتي؟ يا الله سلام انت ايه اللي خلاك تجيب حسن معاك؟ انا كنت عنده وانت بتكلميني والراجل الاسر ما يسيبنيش ايه فيه ايه؟ مافيش طميني انا قلتله ان جوزك مسافر وجاي بكرة يعني كل اللي بتفق معاك عليه بعمله؟ مش خلا يا حبيبتي يا حبيبتي لازم تتعابل عشان اشوفك ايه اروح ماما مش كل خمس دقايق تكلميني ماما بقلتلك خالق معاي امس اتكلمها ايه 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 اروح يا حبيبتي يا عشان اتعابنك ايه باش كانت سا بتقولي نفس الجمل اللي اخوك بيقول بتعب ايه بس هو انا مش زايل رمزي واما ربنا اتطمينك عليها ان شاء الله خدها صعبة صعبة فعلا انا روحي راحت ممي سام مش المفروض بتقس السكر وتاخد داو كل يوم ايو ما لقي اللي حصل كتعبانة الصبح ما عرفش هي اول مرة يحصل لها داو اللي حصل قبل كده دي رابع مرة تحصل لها على مدار عمرها مو متخليها ترتاح بكرة وانت كمان ارتاحها بش مهندسة ممكن بس تتكلم مهندس ايما لنأجل المعاد انا مش هأجل اي حاجة انت بش مهندس اللي حتكون مكاني لاني للأسف حتطرعد معاها في البيت بكرة انا حخلي عفاف تفتح لك مكتبي وقلت الاجتماعات وانت تقعد معا وتشرح له الموضوع كله طب ليه بس لما احنا ممكن المهندس ايما مسافر مع الوزير لازم يكون معاه كل الأوراق انت بش مهندس اللي حتكون مكاني لو سمحت بابا هعرف انها تعبانة رمزة قال انه جاي بكرة لا ما قلتلوش مش عايزة تخطيه طبعا اكيد تلاقي روحوا فيهم انا اسمع انه علاقة باب والبنت علاقة خاصة جدا اسمع بس علشان انا ما جربتش ما عندك هناشير بس طبعا اخذي تليفونك انت راكن عربيتك فين ايه ده انا سبت العربية بتاعتي عند الكلية عالش مش وان ما بكرة جبها ده علي ايه انت تنزلني عند العربية وانا اركبها وامش وراك وبقى انت رجعنا ملوش لزوم التعب ده باشو ما انت ساي والعالة دي مش حافظ غير الجملة دي وانت هتعرفت سوق عربيتها ده انا اتمنى سوق عربيتها وامش اخبط في الناس وبعد ننزل ازعقلوهم مش فاهم ده علي الحمد لله السلامة كده تقلقينا عليكي انا يلا يا بنات ما تتعبوا هاش علشان بكرة نتكلم ايه اللي حصل انا عايزة تكلم دلوقتي معا لا انت دلوقتي هتاكلي وتنامين وبكرة احنا كلنا قاعدين في البيت انتو اللي تنام مفيش مدارس وانت لو وراكي حاجة تلغيها وانا كمان قاعدة من الشغل وفيقي اسباح ورلا خير انا عرفت؟ مما جات وقت العرض مما لسودة فاضلي يا فنة اشكرك اشكري البشمهندسة نادية كتير على المجهودة العظيمة ده عملته وانا متأكد ان معالي الوزير حيبقى موافق جدا على المشروع ده بس انتو شدوا حيلكم هتقولنا مستسمى المحترف ان شاء الله خير يا فنة ان شاء الله اقولك سر انا الوحيد اللي كنت واثق ان انتو اللي اتنين مع بعض هتقدروا تعملوا حاجة مختلفة ودي هو اول نتيجة طلع اشكري جدا يا فنة ارسي حاسم افضل حضرتك خليك حاسم اعفة اشكرك اشكرك افضل يا فنة نورتين يا فنة اشكري اشكري جدا نور أصلاً طلبت نادية لقيت إليفونها برّة الخدمة عادي ممكن تكون قاعدة مع البنات وجوزها رجع كويس فرصة هتكلمه وتقول له حمد الله على السلامة وتقول له خليها هتكلمني حاضر شوية أعمل كده لا أعمل كده دلوقتي مش فهم بالدرجة دي هم هريباً لقم المطلوب مغلق أول سبحان الله موبايل هو كمان مقفول مالش حاول تاني كده طبوا والدهوني عشان أطلب يديها مهن الجرائية حسن تحافظ على كلامك يا أخي ما بتشتغلني يا رمزي بتجذب علي ونسا نكمل في كتبك لحد دلوقتي وانت عرفت من إيه انت مالك عرفت من إيه دلوقتي أنا مالك بسيت لما طلبت مني محكلهاش على ظروفك سألتك إيه السبب؟ أنا مالي انت عارف أنا قلتك كده بي أنا بحبش أصعب على حد ولا حد يعملني من منطقة أصل الظروف والحاجات دي هي كمان ما بتحبش نفس النظرة دي ضيفها لكده بها حسن ان هي مطمع لكتير من الناس مطمع ايه يا رمزي؟ أنا وانت أخوات وهنا كمان مكنتش عايزة أزعلها كفاية اللي بينها حسن بس سايبني كده أضغط عليها في الكلام واحد أقول لها يا أحمد ربنا إنك مش لوحدك وإن جوزك معاك علش أنا آسف أنا كنت منافذ اللي هي طلبته مني وهتنافذ اللي هطلبه منك برد إيه؟ ما تقولهاش إن أنا عرفت ليه؟ أنا هعرفها بطريقتي خلاص ماشي بس بقى لما تيجي تعرفها بقى عرفها إن أنا مكنتش عرف إيه الجملة من الأخباطة دي؟ مرحبت ما فيه؟ ده الهدوء اللي بيسبقه العاصفة إن أكل فيه سم القاتل أمكو عملالكو كمين أمي أنا عرفاها كمين إيه؟ بعدين إحنا ملنا لم أعملاش حاجة هند اللي عملت نسكا فيه أروى هانم خدي ده أمي وده نعم، 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 وانت كمان عملتلك نسكا فيه بس زودتلك اللبن ليلى هانم، شاي تاني تيو والسكرة، عملتلك هوت شوكولت، خد كنت تقود انت طيب ونعمل وحب مانا قلتلكم ان انتو النهاردة اجازة دانا حتى طلبت الغداء من بره وعزمت ابن خالكو وفي احتمال اكلم خالكو وقلو يجي، على حسب مزاجي بقيت دلعة ده كل، خلد عشان هند تعبت؟ لأ اتعابي كل يوم بقى هاتف بس، بعد الشر عليها بنتي متعرفيش تعيش يا العيشة دي على فكرة انا نفسي عيش كده، لا وراي ولا قدامي اي حاجة اتدلع بس حتزهقي صدقيني مش هزهق، عايشي هاني انتي بس وهتشوفي مقدرش عايش هالك، ومش دي الحياة اللي نتمنها لكو خالص ما علينا، ندخل في الموضوع الموضوع ايه؟ انا من بارح بقولك انا قسفة ما وانتي مش مش عاوز اسمع قسفك عاوزا كنتوا اللي تسمعوني الاول وقبل ما تتأسفي انا عاوزا اشكرك انك فوقتيني فوقتك من ايه؟ هقولك تعالوا نتفق ان ما فيش حد ما بيغلطش وما فيش حد ما عندوش عيوب في شخصيته وما فيش حد ما عندوش مشاكل اوكي؟ اوكي انا ايه مشاكل؟ يعني ايه عيوبي؟ انا بتسمعيش؟ بديت حكيمي فيا وانتو ساكتين ليه؟ تيبت عملي اللي تقدري عليه وانت يا هند؟ بارح وانا معك في عربيت الاسعاف كنت بابوسلك وانت بتروحي مني وسألت نفسي سؤال مين فينا محتاج للتاني اكتر؟ اكتشفت ان انا محتاجالك اكتر من انت محتاجالي انا كل اللي جوايا ليكو يا بنات حب وخوف عليكو انا بحبكو حبا مش مشروط فاهمين يعني ايه حبا مش مشروط؟ يعني مهما عملتو بحبكو حتى لما تغلطو بحبكو مهما اللي حصل في الدنيا دي حفظة لحبكو بس انا مش حاسبح لحد يجذب عليها تاني مهما الحصل لازم تيجو تتكلمه معايا واظن انا دلوقتي بتكلم من غير عصبية غير كل مرة ماما هند قيتلك انا عايزة مسر وانتي قلت لها لأ وهي كان نفسها تعمل ده وكان الحل انها تعمله من وراكي وحصل ايه لما عملت ده من وراك؟ كنت هتروح مني لأ انت كده بتخوي فينا مش بتتناقشي معانا يعني انت عايزة تقولي ان هند حصل لها كده عشان هي كدبت عليكي؟ ايوه هي دي الحقيقة يبقى استحالة هنتفق يا ماما لانك شايفة الموضوع غلط حضرتك عايزة توصل لنا ان لو حصل وكدبنا ربنا عمره ما هيسبنا وكدبتنا لازم هتتكشف كل الكتب لازم يتكشف مفيش كدبت بتستخبع على طول وربنا عشان بيحبها كشفها بقى يبقى احنا زي ما احنا بقى مفيش جديد ليه وانت عاوزين تعملوا الغلط وانا وفقكو؟ هو ده الجديد؟ الغلط بالنسبة لك غير الغلط بالنسبة لنا الغلط واحد لا مش واحد والغلط بيختلف من مكان لما كان وغلط عند مينه بالنسبة من الغلط واحد يعني احنا لو كنا في امريكا كنتي هتربينا بنفس الطريقة؟ اه طبعا ده ازاي يعني؟ بطلي بقى انت اللي بطلي اللي اتقذب هي بتقول الحقيقة لا مش الحقيقة من وجهة نظرك يا ماما لكن فيه وجهات نظر تانية كتير هناك برا بيصحبوا وبيتنيلوا وفي الآخر ما بيتجاوزوش لأ هو ده بيحصل هنا برضو بس الفرق ان الكتبة اكتر احنا مش عاوز اتكلم هي عشان بتقول الحقيقة؟ مش دي الحقيقة الصحة صحة في اي مكان ومهما كنت تولدتو فين كنت برضو حربيكو نفس التربية وبردو حخاف عليكو نفس الخوف كلام يا ماما لا مش كلام وعملي ما كنت خليكت صحبي لمجرد اللي حواليك مصحبين طب من اللي حواليك مصحبين الفرق بس ان هما مش قيلين ده الفرق الوحيد هي هي يا ماما انت عاوزين توصلوا لايه؟ لخصوا الموضوع كله في الصحبية؟ الصحة نسبي والغلط نسبي الصحة واضح والغلط واضح لا مش حقيقي انا مش قادرة اتكلم معاكو افت هو انت ما تكلمتش ليه؟ ثبتنا احنا لنتكلم والموضوع كله اصلا بسببها تفتكروا مامي هتلغي اردر الهداء؟ سيدالة همك قوم يا هند اتكلمي معاه حاضر حمالة بحاول اجمع افكاري عشان اقولها لكم فلنفترض ان الغلط نسبي زي ما انتو بتقولوا ولو اني مش مقتنعة خالص بالكلام ده بس ما علينا تعالوا نبص لها من نظرة تانية فكرة ان انتو تبقوا حقيقيين فاهمين يعني ايه حقيقيين ولا لأ؟ بمعنى؟ بمعنى ان حياتك في الليفينج روم هي نفس حياتك في الجامعة هي نفس حياتك برا البيت مفيش حاجة تخبيها او تكسفي منها انا كده زي ما انتو بتشوفوني في البيت انا هي هي نفس البني قدمة في الشغل هي هي نفس البني قدمة لما بكون في القوضة الوحديك فلو انتو بتخبوا حاجة يبقى ده غلط انتو مش بحتاجين تكذبوا هل ده منطق ممكن نتفق عليه؟ ممكن نتفق عليه ماشي يا مام موافقة وما تنسوش ان انا بالعب دورين دور الاب ودور الام ما هي دي بقى المشكلة يا ماما؟ انا في العرض اللي انت شفتيه ده كنت بالعب دور واحد بس لو كانت قالي قلعب دورين ما كنتش عرفت تفتكلي انا ليه بحب التمثيل قوي كده يا ماما؟ مش انا في مشاعر جوية مسجونة مش عارفة خرجها غير في التمثيل دايماً بتعملينا اللي احنا كاملين وكويسين ونسي اللي احنا محتاجين قب انا محتاجة قب اتكلم معي اخاف منه احبه احضله اشوف زغرته اللي لما اغلط احس بحنيته اللي لما عيت انا ناقصني المشاعر دي انا جوية كل ده والله ما بطلب منك تكمليها مش بزئول يدك بس دي طاقة جوية انا مش بعرف اغراجها غير في التمثيل انا بمثل يا ماما عشان اهرب من الواقع ده عشان اعيش الواقع لانا محرومة منه لما تولد من غير ايد ولا رجل مثلا الناس تقدر تشوف ده تفهمه تتعاطف معي بس انا ناقصني ابويا ما عادش هيطر يشوف اللي جوايا تقلت الوعيدة لتقدر تحس بيا وعلى فكرة احنا ملناش زمن ان انت اخترتي بابا ومش زمنة برضو اللي هو سابنا وبعدين ساعات بتقولي حاجات كده قال يا ربنا قرى سويدني عشان يكشف كذبي ليه 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 بتفكري بالطريق دي ليه ما تقوليش ان ربنا حنين فبعتك لايا عشان تلحقيني ليه يا ماما ليه بتعملينا لحنا كويسين وانكو قلو تمام لحنا كويسين ولا كو قلو تمام يا ماما انا اسفح لاختياري اللي غلط لابوكو بس انا بعمل كل اللي اقدر عملهولكو مش عارف اعمليه تاني بهذا يجب اشتركوا في القناة تستلم فلوسك يا أستاذ رمزي عدوهم مليون و تلتمائة و خمسين ألف على داير مليين الظرف ده ستة مائة و خمسة و سبعين و ده ستة مائة و خمسة و سبعين اعتبر ان اعددت لو ربنا ما ينفع شو انت مش جابهم من البنك ايو يا بي بس لازم تعدوهم بعدين و لو حصل اي حاجة يا سيدي هنروح من بعض فين احنا لسه ما سجلناش طب افرط طلع فيهم زيادة هدين خبر بس مش هرجعهم لك والله انا مش عارف اقولي ايه يعني مبروك يا أستاذ شوئي ربنا يجعلها عتب تخير عليك ان شاء الله الله يبارك في حضرتك يا بشواندس عتب تخير علي ابني ان شاء الله حيتجوز فيها الله مبروك ان شاء الله يتممني بكل خير ربنا يكريبك ستة كل طي بس اقزلنا بقى و اشوفكم ان شاء الله بكرة في الشهر العقار للأسف انا مش هقدريكي انا مفيش مشكلة انا معي توكيل منك خلاص بكرة في الشهر العقار يا شوئي ان شاء الله ان شاء الله نورت الدنيا سهلا 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 هتقول ليه شرع هقولك انت شلتك تقيلة انا عندي فلوس تكافين يا نادي وبسم الله ما شاء الله ايهاب ورثه من امه يكافيه هو وولاده ما هيقسدتي بقى ربنا اعلم بالله انا بقوله في حاجة انت مين اخوك اخوك اللي لو اتخبطت في دماغك ولا حصلك حاجة اخوك اللي لو اتخبطت في دماغك بتقولي اخ انت عايزة ايه؟ حوزك عائل يا رمزي يا نادي يا حبيبتي انا عائل بس مش بالضرورة للحياة اللي انت رسمها لي في دماغك امشي عليها انا مش زيك العمري ما هلو زيك جربت؟ هو انا بعمل ايه عشان تقولي لي جرب صهر كل يوم خروج شرب ستات معقولة كده يا رمزي ما هو يا تتجوز وتتلم يا تعيش لي ابنك بس انت لا بتعمل ده ولا بتعمل ده يا حبيبي انا بحاول اكسب يهاب بس هو مش عايز انا بعمل كل اللي فوق خيالك هو ما بعملش غير حاجة واحدة بس انو بيجرحني واللي عملته فيه ما انا ما عملتش حاجة انا انقصتهم هما الاتنين انا مكنش فيه حل قدامي غير ان اودي مدرسة داخلي ومكنش فيه انفع اجبهولك وارمهولك وقولك يلا بجملة اللي عندك شيل ابني اللي انا مش عارفه ربيه على كده حسن ده بطل ايوة حسن بطل انا مكنتش قد اللي حسن طب خلصنا تتباقش انا مخلوق وطعبان ويهاب مش قادر نفهم ده في عينيه كلام اصعب من اللي بيقولوني بكتير كلام صعب او يا نادية النبي ما تزعل نفسك انا حتكلم معي والله هي حتكلم معي فيه ايه؟ انا فيش حاجة حبيبتي طب يا ماما يلا الناس في الطريق قربوا يوصلوا حاضر بس انا مش فاهمة ايه لازمته النهاردة ما انت اللي قلت ايه ده انت مديها محد لحد ايوة يا سيدي جايلها عريس ورايح اقبل مامته لا 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 بجد هتكبريني انت كمان الف مبروك يا حبيبتي لا مبروك ايه؟ لما قابل مامته الاول ونشوف ولو وفقت اكيد هقولك ما حيجو يطلبوا ايدها منك لا ده انا هاعد واتشرط واتأمر عليهم كمان اللي هاخدوا جوارتي العيلة مش قوي كده بقى لا قوي كده ونص وثلاثين مرة عبيبة قلبي انت حقيقة هيسم حكالي كتير عن اروة من ايام ما كان معيد معاها في الكلية وانا كنت دايما نقول له اصبر لحد ما قابلها وبطل طريقتك دي في انك لما بتكون عاوز تحببني في حد بتوع التحلي فيه بس بصراحة يا اروة لما شفتك اتأكدت ان هيسم كان عنده حق ويمكن كمان ما تدلكش حقك ربنا يباركلك فيها ده من زوقك بس شكرا لحضرتك قولي يا هيسم بتعمل ايه دباعي انا اتونت مساعد مدير برامك في شبكة قنوات هناك بقى لي ثلاث سنين معاهم تقريبا وعقدي كويس المفوض ان انا خلاص على وش ترقية يعني ان انا ابقى مسؤول عن المحتوى كله في القناة وابقى مدير البرامك كمان المدير المفوض يعني هيترقى ويقى ماسك هو الشبكة وانا امسك مكاني عندي شقة ايجار طبعا هناك وعندي شقة في التجمع كامل يعني احب اعرف انت عاوز تعمل ايه مش بس عندك ايه تعرفي ايه تاني يعني انت نوي على ايه مش دلوقتي يعني قصدي في المستقبل نوي تستقر في دبي ولو حصل بينك وبين اروى نصيب هتعودوا هناك على طول ولا ايه يعني انا بنزل اجازة تقريبا ثلاث مرات في السنة فاروا مش هتبعد عن حضرتك زي ما هيكم تخيلها خالص بس هتكون منهم اجازة في كندا عشان اخته متجوزة ومستقرة هناك وحضرتك عايشة فين؟ يعني ما بين دبي وما بين كندا طب وجوزك فين؟ ايه البن الحلو ده؟ ما هو ده البن اللي بتشربه كل يوم يا ابو علي ايه ده فعله؟ تخيله ايه اخبار الشغل ايه؟ كويس جدا والولاد ومشاكلهم كويسين كلهم كويسين الحمدلله واللي مش كويس بكرة بقى كويس ده ايه التفاول ده؟ ده من ايه ان شاء الله؟ مش مهم لي من ايه رمزي احكينا عن طفولتك نعم قصدي يعني طفولتك انت واختك كانت علاقتك عم ازاي هي بتحب ايه؟ ايه اللي بيفرحها؟ ايه اللي بيحزنها؟ كده وانا احكيلك عن نادية ليه ده؟ يعني عشان اعرفك اكتر يا سلام يعني انت عشان تعرفني اكتر عايزنا احكيلك عن نادية انت عارفني حسن اه صحيح عندك حق عندك حق ايه حسن انت فيك ايه؟ مش حاجة انا تمام رمزي انا بحب انا قلت كده ورده عارف زي ما كن لابسنا الدراسودة وفاجه شلتها كل حاجة بانت بوضوح ولونها زاهي كل حاجة طعمها حلو ايه انت سكت ليه؟ عشان عارف يا حسن عارف ايه؟ عارف هي مين وطول الوقت اقول النفس استحالة ليه استحالة؟ عشان الحب اللي منطرف واحد صعب جدا حسن ونادية ابعد ما يكون عن انها تفكر انها تحب دي اختي وانا عارفها كويس متأكد انك عارفها كويس؟ اكيد طيب هو مش منطرف واحد رمزي يا باش مواندس الباش مواندسة واصلت وانت كنت قيل يا بلغك او متوسر يا صباح الخير ياللي معانا صباح الفل صباح الخير انا اول واحد جيت الشركة النهاردة وما نمتش طول الليل وحشتين بس يا حسن الله بيتها حب اسمع اسمي منك صباح الياسمين جمعتهم من الجنين عشان الله لا مالك السرعة اللي انت ممشيين بيها يا حسن دي سرعة ناس فقدين التحكم مفيش فرامل ودي دايماً بتنتهي بحادثة يا بكرسة يعني ايه؟ يعني خايف اخسرك واخسر عيالي واخسر حياتي الرتيبة المملة اللي انا متعود عليها خايف اخسر كل حاجة لازم تديني وقت وبلاش تبقى ضغطني كده اصلاً لا اؤمن لا بالزمن ولا المسافة يعني ايه؟ يعني تشوفوا قدامك ناس كتير بيتعرفوا على بعض يعودوا مع بعض سنة واثنين وبعدين يتجوزوا ويقضوا عشر سنين مع بعض ويتطلقوا تيجي تسألي اتطلقتوا ليه؟ يقولك اصلاً اكتشفت ان ما عرفهاش اصلاً اكتشفت ان ما عرفهوش مش بتشوف ناس كده؟ اكيد يبقى الزمن مش من القياس بالنسبة لي هو مش موجود ولا المسافة كمان ما فيه كتير ناس عشين مع بعض ببيت واحد وفي قضة واحدة يعني ما فيش اقرب من كده وهما من جواهم بعيد عن بعض بينهم مسافات تابو انت بتؤمن بايه؟ بإحساسي ظروفنا اللي شبه بعض وترتبط ربنا مشكلة ان كلامك مقنع بصي احنا هنحاول نجحنا هنتجوز فشلنا هنتجوز سخيف مصطفى عنده تدريب النهار ده وبنتك برده هتجيب اخوتها معاها وانا هعمل كده وخليهم اتعرفوا على بعض هنتقبل صدفة يعني؟ لا هنقولهم طبعا هقولهم ايه؟ تقول لهم يا بنات احنا رايحين نقابل انكل حسن زميلي في الشكل وعيلته وانا هقول لي ولادك وبعد ما نتقابل؟ نتقابلوا يا نادية يعرفوا بعض يتعرفوا على بعض علشاننا ما نيجي نفتاحهم في الموضوع ما يبقوش متفاجئين وانت مش هتتكلم في حاجة؟ لا طبعا مش هابلهم مش وقت خالص انا مش عارف هعمل كده ازاي يا حسن انت ما تعملش حاجة خالص ما تفكريش مسيبي نفسك لأحساسك فاحنا لو اقنعناهم بقى انه يبقى الانسكيب كله بالياسمين كده اعتقد ان الكمبوند يبقى شكل حلو قده باش مهندس فكرة ممتازة بس مش بس ياسميني باش مهندس لازم نحط ورد وزرع عشان ما يزهقوش الاوراق لحضرتك طلبتيها شكرا يا عفاف وفي معاب كمان نص ساعة مع مهندسين شركة الكهرباء تمام هو انا ينفع اخد ياسمينة اوه طبعا 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 على فكرة حلو فكرة ياسميني باش مهندس طبعا 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 شايف تعلم يا حبيبي أبقى ها شو نصحت من النوم النهاردة؟ هيت أبوك عبد الام اليسمين في الجرينا؟ هو أحياناً بيعمل كده أيام هو دائماً بيعمل كده بس يا بيسيبه جواه بيحطها الطرابيزة إيه أي المشكلة يعني؟ خده بيجيبه ومعه هو نازل أبوك بقى تصرفوته غريبة قوي يومين دولي لا أنا كده كده خلاص يسأله النهاردة هو هيقول لك هيقول ليه؟ مش عارف هيقول لك إيه بس هو هيقول لك أخبار ريامي صحيحة؟ همي هو إيه إرهامي؟ همي زي الفول ريام كويسة الحمد لله طب وإيه هشوفه أمتى؟ ربنا يسحل إن شاء الله طب وريني سواره على انستجرام ولا فيسبوك ولا أي حاجة؟ لا لا مش عده على الحاجات ده إزاي يعني؟ تبني من نرستك إنهم على العد حالهم طب تحوار علي أبوال فيسبوك بفلوس يعني؟ ملهاش هيف الجو ده على فكرة ده اللي عجبه همم طب أقول لك حاجة لذيذقة ويه إحنا هنلعب ولو أنا كسبت هشوفها بكرة ولو إنت كسبت أحدد إنت الوقت ماشي بس لو كسبت يا طهر مش هنفتح المغادة تايني كسبني إنت بس حبيبي ماشي بس من مرة واحدة ماشي؟ اتفقنا أنا؟ أي ماشي تهلددني يعني أنت سلام يا حبيبي ماشي يلا دورك لا دوري فين خلاص حتفقنا بمرة واحدة ماشي يا مور ماشي هتروح مني فين؟ ما عزوز أقلمت حاجة؟ إنت قلت لي أول ما عوص فلوسي قبل لك قابليها بأسبوع أنا دلوقتي محتاج الفلوس ليه؟ عشان هدفع مقدم صيدلية جديدة كده فبالم كل اللي معي مبروك الله يبارك فيك هتجيب لي فلوس إمتى؟ لأسبوع الجاي هايز حاجة تاني؟ لا لا شكرا بس ما تتأخرش لا ما تقلقش يلا سلام سلام هلو آه بابا كويس إنك اتصلت شمعا؟ انت هتحضر لي فلوس إمتى؟ في أي وقت يا علي مش ده المهم دلوقتي أنا عزك تستأذم من الدكتور بالليل ليه؟ هتيجي معي أنت وإخوتك النادي نادي؟ مش من حلقة النادي يعني يا ماما عشان يجي في نص الأسبوع وليه أنا قابل زميليك في الشغل الأصل؟ هو مش ده راجل كان قاعد معاكي قاعد معا فين؟ في النادي لما أنا كنت بقابل هايز ومش ده نفس الراجل برضو إحنا قابلناه في القيس مع ولاده؟ أيو أو ده هو هو الإبن المتخلف ده اللي هو شافني إبنه مين؟ إنت شوفتين؟ أم شوهم حاجة أيوة يا بنت شوفته لما تخلصوا كلام قلولي؟ خلصنا أنكل حسن راجل محترم بيساعدني في الشغل وصاحب خالقه رمزي وعنده أربع ولاد تقريبا في سنكه وبالصدفة بيجوا النادي هنا فقلت ليه لأن إحنا ما نتقابلش كاتو فامليز مرتو فين يا مام؟ عرمل لا ماما اوعي يكون اللي في دماغي صح علشان مش حوافق مش حتوافق على إيه؟ الجو بقى بتاعك إن إنسي تكون يجايبالي حد من ولاده عريس والحركات دي لقى علشان مش حرضة الحقيقة أنا مش عارفة أعمل معاكو إيه؟ أقفل عليكم وما نشوفش حد تقولولي خان أنا أكسب صديق في الشغل وبالصدفة يكون عنده ولاد وكلهم بيجوا نفس النادي اللي إحنا بنيجي فيه تقولولي ليه؟ أنا بجد سهقت منكم نيلي فين؟ ليلا مجابتهاش ليه؟ يلا نقوم نشوفه أنا متأكدة إن هي جايبالي عريس إنتي عائلة هابلة، سكوتي ليه هابلة؟ إيه، إنتي مش فهم حاجة ما تحتربي إن أبسيكو الشغل تسيب الموبايلات الناس خلاصة على وصول ما تلقاش يا بابا هنشرفك قدام مديرتك وباناتك حلوة؟ يا مين؟ مديرتك؟ وأنا مالي زكات حلوة ولا مش حالة أنت شفتها على فكرة ده فين؟ قدام الشركة ما دي ست أم البنت اللي إنت تخيلت إن هي ست الموتسان طويلة اللي بنتها كدابة احترم نفسك ست في منتهى الزوق والشياك وبنتها مش كدابة على فكرة أنت اللي تهيقلك تعرف إنها تبقى أختها أنكر رمزي يا طير؟ لا والله طب هو فيه؟ هو مين؟ أمو رمزي ما بيحبش نيجي النادي يعني أما إحنا كمان ما بنحبش نيجي النادي يا بابا إيه لازمت إن أنا أحرق في وقته وضيعه؟ إنت عايز تقابل مديرتك، صاحبتك قابلها إنت إحنا مالنا كامل، كامل في إيلة أدبك أنا كل ما أقول حاجة هتقول إيلة أدب أنا مش فهم يعني إيه تحرق في وقت إنت بتعمل يا طير في حياتك غير منك عمال تحرق في وقت خلاص؟ الدنيا هتخرب لو ما خرجتش يوم مع السنة نادا؟ أنا مش فهم إيه المشكلة إن إحنا نخرج سوا ونتعرف على ناس جديدة يعني في النادي؟ وما الناس تعرف على بعض فين يا طيب؟ في أي مكان تاني على فكرة يا بابا إنت عارف إن إحنا ما نحبش النادي ألو؟ إتوصلتوا؟ آه إحنا موجودين إحنا دخلين عليكو يا حسن دلوقت نهزين؟ يلا عشان هنقابل عريسه من موكو لما انت بطني هاباً بقى هتشوفي موكو هتجوز يلا هاتو حكم التدريب ونتقابل في التراس يلا تبتستفزوا ليه أنا مش فهم؟ عشان عرفتوا وجابنا هنا دي؟ ليه؟ أبوكو عايزي تجوز ليه؟ ليه؟ بس أنا هبقوز الموضوع دا من أول خاص آه طب مني عملتوا إيه؟ لسه أدوبك أنا أقعد أنت مالك بتتكلم بصوتواتي كده ليه؟ ما قلت لهاش إنك عرفت ما هي قالتلي؟ بجد؟ أمش أختي؟ ده أنت هتطلبها مني يا حبيبي ولسه هسأل عليك وعلى أخلاقك وأشوف ينفع ولا ما ينفعش أنت فاهم إن أنا هدي أختي لأي حد كده؟ أخلاقي من أخلاقك يا صاحبي هو ده اللي مخوفني بلبها ودعي ليه مقابلة الولاد تعد على خير والله يبدعي لكم من الصبح ربنا تم مملكه على خير سلام يا حبيبي أهلاً مش هتصدق رشدي موقفني يقول لي إيه وانا دخلا قالك إيه رشدي؟ على فكرة يا شزا رمزي شكله ما بيحبكيش ومش هيحافظ عليكي وبعدها عم حدفني بقى بالتقيلة قوي وجوحة أولى بلحمة ورد أنا؟ أنا هيتقل لي جوحة أولى بلحمة ورد؟ والله يكلامه صح صح في عيلك ده أنا ما شفتش في حياتي أسمج ولا أرزل من كده هو أنت قلتينه إيه؟ لا مش هقدر أقولك هتزعل لا 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 مش هزعل أنا النهاردة مبسوط جداً قولي بجد متأكد أنك مش هتزعل؟ قطعاً قلت له إن إحنا متجاوزين في السر بس مش عالين الموضوع ده ولا معلنينه وعلشان أهلنا مش عارفين ومش موافقين أعمل إيه بقى؟ قلت الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح للآخر خليك أنت بقى ضيعي كل الفرص اللي بتجيلك فرص إيه بس يا شيخ حرم عليك المهم أنت أقولي مبسوط من إيه؟ أخت جالها عريس لا اللي عندها أربع عيال؟ أيوة وده مين ده البطل الهمام اللي هيعمل المغامرة الفضيعة دي؟ عريس عنده أربع ولاد وإنت تعرفيه كويس لا حسن؟ ممكن أقوم ألعب معي؟ ماشي، بس هو مش ممنوع ألعب الكرة هنا؟ بس إنهم ينبسطوا إيه الأمارات علي، أنت عارف؟ أنا لما كنتش دخلت هندسة كنت حدخل صيدلة ده شرف لا يا طنت علي صيدلة شطر جداً بس طموحهم خليهم يستعجل حبتي طموح مش عايب على فكرة شفت؟ أنا بقوله كده يا طنت عنده حق يا حسن هو إيه علاقة هندسة بصيدلة؟ يعني دي علم رياضة ودي علم علوم إيه علاقتهم وببعض؟ والله حضرت كنت عايزة تخش إيه كلت قمة خلاص عندك حق إحنا كنا غلابة قوي الزمان أهلك هم اللي كانوا بيقرروا لك أنت تدخل إيه؟ خصوصاً لو جايب مجموع كبير في السنوية العامة أنا أهلي بالنسبة لهم ما كانش فيه غير طب وهندسة وصيدلة فأنا ما كنتش بفكر غير في كده وفي الآخر كلامهم طلع صح لا طبعاً مصطح مش لازم كل الناس يبقوا دكاترة ومهندسين وبيعين أدوية نعم، بيعين أدوية تي كليات كتير قوي مهمة زي طب وهندسة بالزبط وانت عايزة تدخلي كلية إيه يا ليلى؟ وحضرتك مهتمة تعرف ليه؟ ليلى؟ ماما، سبينيكمل كلامي لو سمحتي من فضلك أنا عاوزة أصبعها، تفضلي أنا هدخل الكلية اللي على هوا ماما مش لأنا عايزها يا أنجل إنتي عايزة تدرسي إيه؟ كاستوم ديزاين رد عليها ممم كويس حالوة شخرة أنت التارسي لك مش محتاجة تخش لكلية، صعر؟ مهمة الجاعة لكلهم بيقولوا كده بس دي علم بجد عشان كده بيدرسوه آآ، أنا شايف أنه ما عنيش ترثني يا واحدة لو سمحت يعتزليله اعتزلوا الليه؟ أنا بقول وجهة نظري لا لا ولا هم حضرتك أنا مش محتاجة أي عتزهر يعني دي زي أخت صغيرة هاخد على كلام عيلا برضو يعني؟ أنا مش عيلا ما هم لقال ما بيشوش برضو انهم عيال طاهر هو انت بصفزها ليه؟ هند لو انا عيلا يبقى انت تافى ليلى الله يا ماما ما هي عندها حق بعدين انا مش فاهمة هو انت قاعد بصيص لي كده ليه؟ بتصورني مثلا؟ لا انت فاهمة هو انت بتكديبي ليه؟ مراد مش زمي بقى اللي انت قاعد ما بتشوفش هند انت مش شفتش تربية بقى لو انا مش شفتاش بها ليه ما عديتش عليك ولا انت ولا اخواتك مراد سبيني ملاكش ضعب الاشكال دي بس بقى ما صحش كده دي ايه اللي في الادب دي؟ ليلي؟ طفا بس بقى بس يا بابا بس بس مفيش راجل يتربيني مش لما يبقوا بناتق اصلا انت ايه الادب؟ كتمي بقى حسن لي انت بكلمة كده ازاي اساسا؟ مابا مش قالك الكتمي انت يا بني 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 اولاد حسن وبنات نادية متربين كويس وده اللي مطممي وهو ايه علاقة ان هما يبقوا متربين كويس بفكرة ان هما يقبلوا او يرفضوا الجوازة؟ انا عارف ان صعبة عليهم فكرة الجواز في الاول لكن اعتقد في الاخرة هي وطنة خلاص لو انت شايف كده يبقى ألف مبروك وعقبالك يا سيتي عقبالي ازاي بقى واحنا متجوزين؟ ما انت ودتيني في ده يا طب والله يتصدق انها فكرة ظريفة ما تجيين تجوز؟ ايه المضحك اللي انا قلت وانا بتكلم جد؟ في ايه رامزي؟ انت عارفني كويس جدا وانا عارفاك وبرتحف الكلام معاك احنا عندنا اهم حاجة احنا اصحاب في ايه؟ انت بتتكلم جد؟ اه باتكلم جد وعلى فكرة انا ست عقلة وبعرف افكر كويس ايه بقى المشكلة؟ طب شوف يا شزا لو انت عايزة تعرفيني كويس وما نخسرش بعض من فضلك ما تتكلميش في الموضوع ده داني ليه؟ كده؟ هو ايه اللي كده؟ ايه خدوهم بالصوت لا يغلبوكو ده؟ في ايه ما انت بتسمع كويس في كل حاجة؟ اشمعنا في دي مش راضي تسمع رامزي بجد احنا عارفين بعض كويس قوي وبنتكلم مع بعض كتير صحيح انا بتكلم اكتر منك بس انا برتاحلك حتى لو انا معرفش عنك كل حاجة احسن لك ما تعرفيش ليه بقى احسن ليه معرفش؟ والله العظيم احسن لك ما تعرفيش رامزي انا عارفة ان انت ارمل وعندك ابن وحيد وابنك ده كل حياتك طب هقولك على حاجة انا موضوع الخلفة مش فارق معايا خالص انا عندي ولاد اختي هم ولادي بالزبط انا بدور على حد عيش معايا يبقى فاهمني اكتر من انه يبقى بيحبيني والحقيقة ان انت اكتر حد تنطبق عليه المواصفات دي ايه بقى؟ فيه ايه نخبيه عليك؟ مش عايز اتكلم مش عايز تتكلم ليه؟ ايه؟ عليك طار؟ قاتل قاتل مثلا؟ موسيقى كنت عاوزك تبقى موجود يا علي علشان تبقى شاهد عليهم تشاهدوا على مين؟ عليكم انتو الاثنين؟ انا ما غلطتش غير لما هم غلطوا صراحة بابا التطول حصل منهم الاول حتى لو ضل حصل ايه بقى ترد فعلوه؟ كده؟ تكسفوني وتصغروني؟ ليه؟ انا عملتلكم ايه؟ دي المرة الوحيدة اللي قلتلكم تعالوا نخرج سوا علشان نعرفكم على ست انا انت ايه بابا؟ ها؟ تحب اكمل وقولنا؟ يا بابا ده عبيد بيقول اي كلام؟ ده بيقول لنا حدرتك اخدتنا النادي نقابلهم عشان قال ايه؟ عايز تتجاوزها قلتلو انه بيقول اي كلام؟ يا ابن يا ابوك استحالة يعمل كده؟ ليه استحالة يا علي؟ يا ابني عايب عليك ازاي انا يا بابا الكلام ده؟ هو ايه اللي ازاي؟ ايوه انا عايز اتجاوز انا وناديا ايه بقى المشكلة من وجهة نظر حضراتكم؟ نعم انت بتهرج؟ انا مش بهرج يا علي وانا هو عايزين نكمل كلام تختاروا طريقة غير دي ايوه انا حبيت حبيت زي اي امسان ما بيحب زي اي حد فيكم ما بيحب ما نهيشت السمين اللي فاتت دي كلها لوحدي علشانكم في الوقت اللي كان ممكن افكر في نفسي زي اي راجل طبيعي ما فكرتش غير فيكم انتو على طول رقم واحد في حياتي بعد اما بكو سابنا انا اللي شيلته وكبرته وربيت حسن الراجل الوحيد اللي حسيت انه حسس بنفس احساسي شايل نفس الهم ونفس الحمل وقبل ما فكر في نفسي فكرت فيك انتو الاول هلا قدر استقمن الراجل ده على بناتي ولا لا ولقيت ان هو قد المسئولية الرجولة يعني مسئولية وحماية عارف يعني اي بيت وعيلة هو كمان جي على نفسه عشان خطر ولاده زي ما انا عملت بالزبط ما هي الرجولة مش بس اللي مكتوب في البطاقة ما انا قدامكو راجل اهو مش جي الوقت ان انا حس فيه ان انا ست عايشها مع راجل محترم قادر ياخد باله مننا نحس معه بالامان واقدر عايش معه بقيت عمري عاجلا او ااجلا هتتجوزوا وتسيقوني وساعتها هبقى عايش لوحدي انا مش باش هتموافقتكم انا مش حتى حبكم بحاجات بعملها علشانكم وهفضل عملها احنا زي ما احنا كل الحكاية انها هيزيد عليكم ايه ام تخلي بالها منكم واخوات ليكم هو اللي انا عرفه ان البيت ده كده كده لازم يتبعها سواء بنينا بقى ما بنيناش هو كده كده لازم يتبع بعد عمر طويل طبعا او قصير يا علي كامل وايه تاني مش قصد يا بابا بس فكرة ان الناس تيجي تعيش معانا دي فكرة مش سهلة وبعدين ايه بقى هيبقى اليوم نصيب معانا كمان البيت ده ملكي انا وزينة بختي وبس وانا من حق ساعي ساعي وانا فقدام ايه يا عم علي انت عايز تدخل علينا اربع مانات يعيشوا معانا بولي حلولنا يا بابا وانا مش مخلي في حيوانات يا مراد انتو متربيين ولا ايه؟ لا هو مفيش ولا ايدي خالص يا ماما انا يا ستة موفق انك تتجوزي حقك ده حياتك عملي اللي انت عايزاه بس زي ما هو حقك ان انت تختاري حياتك انا كمان حق ان انا اختار حياتي فانا يما هتجوز هيسم ها؟ وحسافر معاه يما هروح عايش عند بابا اردت بتردي من غير ما اتفكري هو ده الرد اللي انا استحققه بعد كل اللي عملته انت بيش اخ افكري شوية بلاش تفكري حسي انا افكر لما انت بي بتقولي كلام منطقي وبلاش اقولك على احساسي عشان ما تزعليش وانا لو كنت اتجوزت وانتو صغيرين كنت حد اقولو كده برضو انت محدش عالك ما تعمليش كده انت جزتي فكرة ان انا اصيب حياتي وقطي وتفاصيلي كده بسهولة وانروح نعيش في بيت رجل هو اولاده ده منطقي بالنسبالك ما هم حيب اخواتكو والبيت كبير انتو هتعيشوا معايا في نفس الدور وهم في دور تاني وكل واحدة في كلها قددها حياتي ايه دي اللي هتفضل زي نحية انت عايز تقعد علي وطهر في قوضة وانا ومصطفى في قوضة عشان هي وبناتها كل واحدة تقعد في قوضة لوحدها ما تاخدوا القوضة اللي فوق اللي في الروف واللي جنبها انا بس مش عايزكو تطلعوا دول مياه بتتوقفيني على ايه؟ على قوضة فوق ولا قوضة تحت انا واقف على حاجة تاني خالص صراحة انت ازاي قدرت تعيشنا خدعة انك عايش على ذكره ماما وانه هي لو كانت عايشة كنت هتفضل بتحبها عشان امي اتظلمت منك وهي عايشة ما انت عملت ايه دلوقتي؟ ظلمتها وهي ميتها انا حافظت على كل حاجة سبتها لي ولو راضع كان مقلوب وانا اللي موت كان من جوايا هتمنى انها هتتجوز علشان ما تعيش لوحدها انا ما عملتش كده انا فضلت الوحدي لحد ما قابلت اللي تستحق تكون مكانها مفيش حد يستحق يبقى مكانهم مفيش زيها انا عارف ان مفيش زيها وانا مفيش زي بالنسبة لكم على الاقل انا عمري ما عملت حاجة وحشة لحد فيكم في حياتكم مستغسرين فيقي ان انا حب انا عمري قلتلك ازاي تحب كنت دايما بحط نفس مكانك حط نفسكم مكانك مات صاحبها ولا اترافقها احنا مالنا احنا اه والله هنغلص بالحوار الفاكسان ده يلا يلعن قبر بيتك انت محور بقى وطل يا وطل يا سفلجكم القرف فيكم وفي عشرتكم تفوع عليكم اتجوزي براحتك وروحيشي معانا انا هقعد هنا وانا بيعتلنا بقى شغالة تيجي تعيش معانا تعملين اللي انت كنت تتعملي انا قمتي عندك شغالة انا شغالة بالنسبالك احنا مش هنسيب بيتنا يا ماما مودي انا مش فهم انت فرزي ايه عن بابا متلو مين ايه بقى زي ما هو سامنا زمان انت بيت سمينة دلوقت ابوكي مين ابوكي مين اللي بتقرنيني بيه فلاتيش كتير عنه انا فكرة بيت ترمينة دلوقتي زي يكتايوا بالظبط انا مش عاوزة تجوز يغور قلبي ويغور احساسي قدام اللي انا شايفا فيكو دلوقتي انا مكنتش فهمة بس انتوا بجد تفوقتوني غوروا من وشي غوروا من وشي انا اكتشفت ان انا ما ربيتش حد فيكم عارفين انتوا عملت فيه ايه؟ تزلزلتوا الارض تحت رجلي غيرتوا كل اللي انا كنت مصدقه انا كنت مصدق ان عكس الحب هو الكرة لكن لا عكس الحب هو الانانية الانانية اصحب من انكو تكرهوني واحد طماعة واحد عامل نفسه فنان وبيحس وهو جاحد واحد ما بيفكرش غير في راحته هو وبس حسبيتي فيكم كلها طلعت غلط كل اللي اعملته معاكم كان غلط زرعت بورت على الرأي ابوي الله رحمه موسيقى ياريتن كنت مكنة اموكم اخ صارة يلا سيبوني الواحد سيبوني الواحد يالله يالله تباح هفكر في إيه يا بنتي قولي هفكروا لقي حل وقولك حل إيه يا محل؟ مفيش حل بسلوح نقان كان إيه اللي حصل لازم نعتذر لها بصراحة أنا مش هعتذر خالو صباح الفل صباح ازايك يا لولو ازايك يا روح الحمد لله الحمد لله الحمد لله كويس إن إنت كلكم موجودين زكي خيلو زكي خيلو زيكم عارف الحي السادس عم ناصر؟ عارفو يا حمزة اللي في مدينة ناصر مش اللي في كتوبر عارفو يا حبيب فيه هناك نادي اسمه نادي مدينة ناصر وانت بلعب أنا كورة هناك فريق خمستاشر سنة ما شاء الله وانت بلعب سرد باك اللي هو بيوقف كل المهاجمين ويسيب كل اللعيبة فماتش باق من الماتشاط الوادي المهاجم ياخد الكورة ويلس ياخد الكورة ويلس قلت طبعا أعمل معا إيه ده قلت كعبيله عارف إيه اللي حصل عم ناصر؟ إيه اللي حصل؟ الكعبيلت أنا وعنها وصليبي يا ساتر يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاعد حصل قاعد فهدي الحلاء تمام التمام تسلم إيديك عم ناصر ربنا بارك فيك نعيما الله ينم عليكم طبعا أنتو عارفين قدية أنا ونادية كان فيه بنا خلافات في تفاصيل كتير هي طول الوقت رفضاني وأسي علي في حكمها ودايما شايفاني سلبي وأنا شايفها طول الوقت جامدة معايا ومعاكم لدرجة أن آخر مرة تخانيئنا حرمتني منكم فاكرين آخر مرة لما خرجتكم وسرنا مع بعض؟ كان يوم حلوة وأنا ليه حسة من طريقة كلامك والمقدمة ذي أن أنت موافق يا خالو وأنت يا بنتي على طول فهم كتير كده موافق بس أنا متأكدة أن ماما عارفة لأنت هنا أصلا يا خالو ماما متعرفش أي حاجة يا هند وأكيد أنا مش محتاج أجد مريد بقى تكباري شوية وتعقلي علشان أعرف أتكلم معاك وبلاش لعب العيال ده ولا أنا بقتش عارفة بقى مين العاية للصراحة احترمي نفسك يا هند أنا مقصدكش أنت يا خالو أنا قصد ماما وبرده مش هسمح لك تغلطي فيها أنا عارف أنتوا اتفاجئتوا من اللي حصل ممكن عشان ما كانش فيه مقدمات بس برضه مش هسمح لكم تغلطوا فيها نادية عملت علشانكم اللي ما تعملش لا هي عملت اللي أي أم المفوت تعمله آه وكان ممكن تعمل زي أي أم تانية تتجوز وتجيب لكو أخوات بس هي ما عملتش كده نادية كانت صغيرة يا جماعة أنت بتقول كلام شوية كلامها قوي على فكرة أنا مش فهمها وإحنا بنتساومه هنتزال على قرار هيا خدته علشاننا يا حبيبي أنتوا لا بتتساوموا ولا بتتزالوا طب خليني بقى أقولك الكلام الجديد لا أنا مش عايز أسمع هند ماينفعش كده أنت عنك سادات تسمعي أنا ما عنديش طب ممكن تبطلي توطر شوية بعد إذنك أنت فاكني طبعا ما بحباش بس والله أنا روحي فيها أنا عارف أن أنت قلبك طيب وبعبعت كلامه بس حد فيكو يعرف قلبي نادية من جوه عامل إزاي نادية قلبها ناشف مش راسها بس اللي ناشفني أنا كل مرة كنت أتخانق معها كنت أقول لنفسي يا سلام لو الحب يدخل قلب نادية هتتغير وصدقوني أنتوا أكتر حد مستفيد لو نادية حبت هتشوف واحدة تانية خالص ده أنا في الكام يوم اللي فاتوا دول شفت نادية تانية خالص حبيبتي كانت فرحانة مش عارفة تخبي والحب بيعمل كده في الواحد وأعتقد أنتوا فاهمين أنا أقصد إيه ليه تقولوا لا على حاجة لسه ما جربتهاش مش يمكن هي تقول إنه ما ينفعش بس ما تكسروش بقلبها إحنا ما صدقنا أنه تغير أنا مش عايز منكو رد عايزكو تفكروا كويس وعلى فكرة أنا مش عاعد أقول لكو إن انتوا محتاجين حسن يبقى في حياتكو لأنه أب وعلى فكرة بقى هو أب جدع جدا وهي صاحبكو أكتر من نادية وبعدين بدل الخانق اللي انتوا قاعدين فيها دي مش يمكن حياتكو تتغير لما يبقى معاكم أنا مش هاعد بقى أقول لكو إن انتوا محتاجينه على فكرة أنا كنت أعيز أبعت لكو يهاب هو اللي تكلم معاكم علشان أنا سلبي ما بعرفش أواجه زي ما نادية بتقول بس أنا بقى قررت إنه ما بقاش سلبي وإني أجي وأتكلم معاكم على فكرة أنا أول مرة أعمل كده في حياتي زي ما نادية أول مرة تحبه فكروا كويس ومتبصوش تحت رجليكو وحطوا نفسكو مكانها بابا أنا عارف النجزة علينا أنا سمعتكم براح وإنتوا بتتكلموا انسى الموضوع ده كأنه ما حصلش طب وانت فعلاً عايز تتجاوزها خلاص يا مصطفى موضوع خلاص انت لو سألتها أنا كنت هوافق بس أنا خايف بعض ما تتجاوز إن إنت ما تهتمش بيها تاني ما فيش حاجة في الدولة تخليني ما يتمش بيك مهما عاصم خليك فكر كده كويس ده أنا كنت عايزة أرجع لبيت درجات عشانك انت راحتك ربينا يخليك لي يا بابا خليك لي يا حبيب بابا طب هو أنت لو كنت تجوزتها كانت هتحبلي كانت بس منت هدي قللت الأدب قوي هو المرضيتش أضربها خلاص مدخل قللي أطلبلك أكل إيه عشان أنا تعبان مش عارف أعمل أي حاجة لأ أي حاجة براحتك راح موسيقى 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 لما بتاع ديليبر يجي فتح له الفروز في الدرب هاض بابا انا عايزك انا مش عاوز حاجة بابا احنا عايزين نتكلم معاك كيف منفضلك تسمعنا منفضلك انتو سبوني الواحد دلوقتي وانت مسبتناش لوحدنا ليه زمان عارف لو كنت سبتنا كنا سبناك مش زمبنا يا بابا انك عاوزتنا على الصراحة على فكرة مش غلط ان احنا نقول لك كل الجوان حتى لو كان وحش قولوا كل اللي حاسين بي اولاد طلعوا كل اللي في دماغك وقولوا كل افكاركو وانا قدوري بس الناس سمع ومزعلش من اي حاجة قلتوه متحاوشوش حاجة جواكو عشان مع بعض نحاول الوهش يبقى حلو مش ده كلمك وانا صغير كنت فاكرة اني لما اعدالعب فاقضتي اهم بكتير من انا عاوزة زاكرة بس انا كان عندي اب بيتخانق معايا وبيبقى مصر ان انا عاوزة زاكرة عشان ابويا بيحبني اكتر ما انا بحب نفسي احنا عمرنا مشاكينا في حبك لينا احنا حطينا نفسنا مكانك وفهمنا احنا اسفينه انا موافق وانا كمان موافق متخال هقولك ايه ممكن تكون مستغرب ان احنا رجعنا في كلامنا بسرعة بس احنا اصلا ورفضنا برضو بسرعة بس لما فكرنا لان انه وانت سعيد احنا كمان هنبقى سعدة انا موافق وانا موافق لما فكرت بس ولا لما جيت لكم يا ولاد يا ولاد اخويا على فكرة بقى انا كمان موافق يا ابو علي انا موافق ان انا نسافر يا سلام بجد لما نتجاوز نسافر نعيش مع باباك يا امامتك ده ايه التغيير ده؟ وحصل امتى وازاي؟ ابدا انا قررت تغير اي حاجة في حياتي كنت اوخدة على انها مسلمات كل حاجة ممكن تتغير فلي انا بقى متغيرش بص وانا مش فاهم اي حاجة بس اكيد هفهم انا للاسف عندي ساشن دلوقتي مش عارف اقجيله بس خلينا كده نخلص وعزمك على الغدا برا ونقض ونتكلم وهفهم كل حاجة ايه ابو انا بحبك قوي انا موافق اه بحبك تكلمها تاني تكلمتها ما بتردش تكلمتها ما بتردش هي كمان بناتها باهدلوها ومين قلك ما يمكن بناتها وافقه ورجعوا في كلامهم زي ولادك لا ده من مراجعوش في كلامهم وهي كمان شكلها رجعت في كلامها نعم رجعت في كلامها ده إيه؟ إزاي يعني؟ ده اللي حسيته حسيت بإيه بس يا أبو علم يعني إنها كانت تسكينها سرقاها وكلام بناتها هو اللي فوقها طب أنت متأكد من إحساسك ده؟ والله يا نادي أنا معنا والله يا زينب أنا بقيت تفهم أي حاجة والله يا نادي أنا والله وكل عقلك طب أقول لك إيه؟ تحب أنا أكلمها لا 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 تكلمي مين؟ إحنا مش صغيرين يعني بعدين خلاص هي حتوفق على النقل وإنا حنقله خلاص عنك نقل إيه؟ إنت هتتنقل؟ ليه؟ عشان مش قادر أشوفها قدامك كده يا زينب يعني يا أبو علي وإعلشوشتك شكلك حبيت بجد قوي يا أبو علي طب تعرف أنا أول مرة شفتها قلت أخوي حيقع هيقع في الست دي وحيحبها جمد قوي أعرف يا حسن وأنا جاية لك كان معي أسواء جديد خالص أول مرة يوصلني كلمت علي قلت له بعثلي اللوكيشن وفعلا بعثه لي أول ما دخلت مصر فتحت اللوكيشن إداني إنه فضل على البيت نص ساعة إيه بالسواء؟ دخل دخلة غلط أسكت أنا؟ طبعا زعقت وبهدلت وإنت عارف أختك بقى ما تتوساش قال لي اتطمني على الآخر هو حيعدل نفسه بنفسه وفعلا عدل نفسه بنفسه بس إداني إنه باقي على البيت ساعة لتلت فرقت طبعا في الوقت شوية بس مش مشكلة المهم إن إحنا وصلنا ما هو ده طبيعي يا زينب بص يا حسن أهو ربنا بيعمل معانا كده بالزبط إحنا ندخل الدخلة الغلط وهو يعدلها لنا صحيح ممكن نتأخر شوية بس مش مهم طالما الوجه خير وفي عمار بيننا وبين ربنا بيعدلها لنا على طول حسن حبيبي نادية دي لوجهتك الخير إن شاء الله ربنا حيقربكم من بعض وحتتجوزوا وحتتجوزوا حتى لو الموضوع اتأخر شوية ربنا حيقربكم من بعض إن شاء الله اتطمني حبيبي بنا أخليك إليه يا همتي تفضلي دايماً كده بطردني للطريق وطمنيني والله يا كرامك بيفر معايا يا زينب المسقعة حلو قوي بلهنا والشفة يا قلبي انت خلصي أكل ودخلي نامي شوية عشما عندكش تمرين النهارده ولما تسحي تعملي الهومورك بتاعك ما فهم؟ أوكي على فكرة أمك الحسن تلع طيب جداً حوزيني حط لك شوية مسقعة كمان لا لا أنا أشيل الطبق معايا هم علشان ما تزعليش كده خلصتيا مرابو يا قلبي انت قول ليلي عندك دروس النهارده لا تب دخلي ذاكري يبقى شوية كده وركزي حطر مامام هم عايزين الكلام معيك باختصار شديد اللي حصل مبارح كأنه لا حصلش خالص لمني ولا منكم انت شايفة كده؟ أي شايفة كده بصوا عشان نعرف نتعبل مع بعض والموضوع يعدي أنا مش عاوز أفتحه ده تاني أوكي؟ خلص مش هنجيب سيرت الموضوع ده تاني بس كوني فعلا من جواكي مش زعلان يا مام احنا مش نقدر نوافع احنا حاولنا بس نتخيل ده و مش قادرين أنا مش عاوز أفتحه ده و مش قادرين أنا مش عاوز أفتحه ده و مش قادرين يعني صافية لبن؟ صافية لبن صافية لبن بحبكو بحبكو احنا كمان احنا كمان احنا حتخلونا نمش شوية اكي؟ اه وناخسل مع عين ايه الشطرة اللي أنا فيها ديه؟ بس ما قلت ليش يعني انتي قلت إيه لعيال ده عشان تقنعيهم يوفهم و قلت مني خلاص موفوتهم ما عادش لها لازم طمنت كل واحد فيهم على قلقه علي كلمتو في البيت والورث مراد قلت له يا عبيت يا عبيت انت هو انت الطول ان يبقى فيه واحدة ستة قعدة في البيت كل يوم تعملكو أكل طازة وصخن بدل العبك اللابوكو بيعملهلكو كل يوم يا ابني ده انتو بطنكو نشفت من أكل الشارع أما طاهر بقى قلت له يا حبيبي حط نفسك كده مكان باباك لو انت مكانه هتعمل ايه؟ قلت له معارفين يا ولاد أبوكو ده لو كان عاش حياته وشاف نفسه أول ماموكو ماتت ما كانش ده بقى حالكو كان زمانكو بتسفه التراب لكن هو ما عملش كده قعد عليكو لحد ما رباكو وخلكو زي الفل مش بس كده كمان عارفين ده وصاني وقال لي يا زينب أي فرصة تجيلك عشان تبيعي الأرض بيعي نصيب يا زينب خليني أجوز العيال وأديهم الفلوس اللي هم عايزينها ما كنتش قلتينهم على الموضوع ده يا زينب ليه يا حبيبي خليني أطمنهم مش بالفلوس اطمن اطمن على الآخر عيالك طيبين وفي النهاية حيفهمهم وليه ما فهموش خلاص الموضوع اتعقد ما سألت مين اللي اتعقدت يا أبو عالم طب انت بقى بتطمن لي وبتصدقني إيه رأيك بقى؟ إن الموضوع ده في خير وأنا متطمنة إيه رأيك؟ ممتازفيني دعوك؟ عيوان مين إفند؟ هاااً فهمت سيبيني حلل فاكترز وأنا هشخ مينش ماذا كل الهومورك ده؟ بقولك ما تقومي تيجي معاي السوبر ماركت عايز اشتري شوات حاجات طبعا لا وراكي اي يا موريش حاجة اتعبانة شوفتي بقى انا مودك لسه وحش وحش من اي حبيبتي انا مش قادر بس انا اتعبان عشان كده مش قادر انزل انش عايز انزل لوحد زي طب ما تطلبي الحاجة بالتليفون ولا تطلبيها اونلاين ليه لازم انزل طب قومي معاي عزيك في موضوع موضوع ايه؟ موضوع ايه موما انجزي بقى روحي معا وانا احل طبعا انا عوزاني انزل عشان تعالي تتفرجي عالتليفزيون والله احل يلا بقى يلا على طول يلا بقى يلا بقى يلا بقى احل 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 هي فيه؟ جوه بقدتها أوكي خذي يا حبي يلا يلا بينا مستعدين؟ مش عايزكوا تقلقوا أنا بردت بكل حاجة وكله تحت السيطرة بس إيش يا كده؟ يا أولا أنت أبو عين حلما مين اللي ران الجرس؟ خالو رمزي؟ فيه إيه يا رمزي؟ ما فيش حاجة ما تقلقيش كده إيهاب كويس؟ إيهاب كويس؟ أمال فيه إيه؟ وأنتو لابسين ليه؟ أنا هفهمك أنا النهاردة الصبح جيت قعدت مع البنات وتكلمنا في الموضوع ما خلاص خلصنا كلام في الموضوع ده؟ طبعا كالترخيرك اللي أنت عملته بس أنا قلت لكم أن أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده تاني طب اسمعيني بس إيه مش عايزة أسمع أنتو ما بتفهموش؟ أنا خلاص نقلت حسن نقلتي فين وليه؟ سايخير سايخير إيه؟ هتسبيني وقفين هنا كثير كده؟ أنا أخذ معاد ومعاد مستعجل قوي على فكرة شتال ندخل؟ تفضلوا طبعا تنواروا الدنيا سايخير مساء الخير وساي نور داك مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا أنت تعالي 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 عجي جنبنا هنا يا عروس لا تبضي موتين يا أهل أنا أروى كلمتني وقالتلي أجي النهاردة علشان أطلبك من رمزة وأنا هند كلمتني وقالتلي لازم تكون موجود النهاردة علشان أكل حسن هيطلب إيه ماما وأنا بقى لزبطت الموضوع كله الأول باختصار شديد وعشان ما تبضليش محتارة كتير أول حاجة إحنا أسفين ده مبدأيا تاني حاجة إحنا موافقين وتالت حاجة بقى إحنا قررنا إننا نخد معيك التجربة دي والفاضل بيرجع لتنين خالو اللي جي وتكلم معينا وبصراحة كان عند وجهة نظر مهمة جدا وأنكر حسن تكلم معي بردو وشرح لي إن ولاده ما كانوش موافقين بس بعد تفكير وفق ومين عارف؟ مش ممكن في الآخر إنتي وأنكر حسن تقلعه صح؟ مبروك يا مو إذا إنتوا مستعجلين علي يا بنات؟ أنا لسا أسأل عن أخلاقه وعن ماضيه وعن ولا يا نادي؟ طبعا على ما هتجمع وترد علينا نكون إحنا قررنا مفتحة وخلصنا موسيقى 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 يا سيدي ديني في العتائي الله 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 أنا جبتكم أبخينا عشان ده المكان الوحيد اللي أبوكمش هيشك فيه نحن بنوعد فيه موعدوا إيه اللي بتعمله ده لزوم الساسبانس مصوا بها شباب المرحلة اللي دخليني عليها دي اسمها أعصر على نفسك لموعد ودي هتبتدي من نهاردة وهتنتهي بعد الفرح مباشرة أمكم اتقرض فتحتها يا بنات واحنا هنقرأ الفتحة أم دلوقتي قاعدين بيرتبوا هيعملوا إيه المرحلة دي اسمها رايح الزبون المرحلة دي خلاص ابتدت عندنا الثلاث كلمات بس ممكن نقولهم في المرحلة دي كلمة حاضر ونعم وطيب كلمة لا مش معنا خالص في المرحلة دي ودي هتخلص امت بقى؟ بعد الفرح قصدك ان احنا نبتدي بعد الفرح على طول؟ يعني افهم من كلامك ان احنا مش نعمل اي مشاكل دلوقتي خالص بالعكس احنا لو في مشكلة هنساعد في حالة خلي بالكم ان ماما هتبقى فاكرة اللي احنا كلنا قفشين لا بعض اللي قلناه بره دا استحالة بالعكس انا مع هند وماما زمانها دلوقتي قاعدة حط قضيها على قلبها وخلي بالكم ان احنا اللي رايحين لهم مش هما اللي جاين لنا بالزبط وده معناه ان الرزالة منهم هتبدأ من بدري لازم نثبت لابوكو ان كل الكلام اللي قلناهوله كان حقيقي بس انا كل الكلام اللي قلتوهوله كان حقيقي انا مجدبتش عليه في حاجة من بس قال ان احنا بنجدب لابنعمل دول مصلحتهو قبل مصلحتنا بالزبط دورنا في المرحلة دي ان انكل حسن والاربع غربان اللي معاه مرحلة عصر الليمون دي هتشمل كل ما هو ادب وشياكة وجمال وريق حلو معنا ديها وطبعا البوم اللي ارتع يشوفونا كبالسن عارفين يعني ايه بالسن؟ يعني يتحط على الجرح يتيب لازم نسعب على ماما مهما استفزونا مهما عملوا فينا احنا هنستقبل كل ده بالشياكة ودوب احنا غالاها بوصلنا عشان ابقوا لازم يعرف ان احنا معاه وفتهرف كل حاجة عشان لما يجي يطلق ان شاء الله نبقى احنا برضو اللي معاه وفتهرف ملك؟ عادة برجع نفسي بصراحة يعني الست برضو قالت خلاص واعتبروا الموضوع ده ما حصلش وانتي خطيب الكلام ده يا سكر؟ حبيبتي أمك كتت هتورينا الويل عندها حق وانتيش ضمنك الموضوع ده ما يكررش تاني مدام هيا فتحت قلبها مره وكت هتسيب الباب موارب حتى لو نقلته او باعدت عنه كان ممكن يرجعوا البعض في اي لحظة مش بعيد اصلا كان يجاوزوا من وراءنا ولا يجاوزوا عارفي ايه اللي انت بتقوليه ده انت هابلا انت كمان؟ انا بقولك الحقيقة ايه المطلوب؟ المطلوب زي ما انا قلت بداية الشغل الحقيقي هيبقى بعد الفرع نسيبوا يوموا ببسط الله يفكر الخير يا ابني اه عاب يابني زي ابوة برضو انتفاكرين ابوكم مش عارف الكلام ده؟ بس يا عمانينا كلنا واسمع للاخر مش هيعرف وامره ما اعتيجي في جميعه عارفين ازاي ده هيحصل؟ لو عدينا مرحلة حصر اللي مو مصبوط تيبيكل هو هيبقى فاكر ان احنا مش هنبقى معايا وهنعمل له مشاكل بس لو حصل للعكس جونا على ارضك يا معلو احنا بنعمل كل ده عشان بفضل الله مايرجعش يفكر في المطلوب ده تاني اه متفقين؟ الباب الموارب لازم يتقفل واحنا اللي هنفلو فاهمة نيلي؟ انا هضرب لكم الولد ده كل ما اشوفه انت عبيطة اوعي تعملي كده انت كده هبوظلنا كل اللي هنعمله خلاص هلعب معايا ان غير مد ايد ها؟ مش انت تحبي الكرة برضو؟ انت هتقيم مهاجم بتاعنا في المرحلة التانية وهنا في ابن اللامون ده كله بقى انت معانا في كل اللي هنعمله بس اهم حاجة السرية التامة بوك لو عارف حاجة اعمك معانا هتبقى زي الزفت مضعمة فيهوش تهريج ديشة انت لو فتحت بقك انت اللي هتخسر وصف احنا ما بنهرجش ماشي بس انا هايز اعمل معكو حاجة انت هتعمل زي ما احنا هنعمل بالزبط البومة الصغيرة دي مهما دايقتك ولا ضربتك ما تتكلمش وبوظ وانت ليك دور ودور كبير كمان بس مش دلوقتي المرحلة التانية ولحد ما المرحلة التانية دي تيجي احنا اجتمعاتنا هتفضل هنا في الماضة كمان؟ وللعلم المرحلة التانية اسمها؟ وداعا يا حبيب العمر نرى الفتحة؟ سموا المرحلة التانية؟ انت طالق حلوة ده على بركة اللي يا شبيب مرحلة التانية ندي تعلق مش عارف اقولك يا رمزي ليه عبالك؟ والله يا نفسي انت فاكرني الجنيت بقولك ايه؟ انا لازم امشي كان نفسي افضل معاك يوم كله بس معاليش بقى ملحوقة هتصدقيني لو قلتلك ان انا لسه مش فاهمة حاجة بس انت نورتيني بجد وشكرا على كل حاجة بصي بقى من النهاردة اعرفي ان انت لك اخت كبيرة لو زعالك في اي حاجة تكلميني تشتكيلي على طول حاضر الف الف مبروك يا حبيبت الف مبروك اللهي بارك فيتي مرسي نادية ممكن تدينا بكرة اجازة انا وانتي؟ ليه؟ من غير لي ايه البيت الحلو ده؟ و ايه الجاردن دي؟ انا هلعب هنا على طول عادية جدا لا ينفعش باين انت مفسوطة قوي كده خالص مش انتو قلت ونبقى عادي واحنا قلنا كده فعل عادي يا نيل مش بننبهر ولا فرحانين ولا زعلانين كله عادي ايه الجاردن العادية دي؟ ايوه كده اصاب صراحة بيت حلو يا جماعة يعني عادي يعني لا مش عادي يعني مختلف مختلف؟ لا بقولكو ايه بتنسوش ان فيه اربع غربان عاشين في البيت ده ومع شاشين فيه كمان كل ما تحسوا ان البيت ده مختلف افتكروا المعلومة دي انا حاسة ان انا في كبوس ومالا العظيم مش مصدقة ان ماما هتعمل فينا كده تعيشنا مع راجل غريب هو وولاده كل ده عشان حبت ايه القرف ده؟ تطرة واعتعدي واحنا نازم مستعمل شطريتنا بقى اللي حنقلل الوقت ده بأكبر قدر ممكن اللي هفردوا وششكوا دي بقى متو كده اقلم العادي بكتير على فكرة ابتسموا فيش اي حاجة عادي بعدين ما تلقوش طول ما احنا مع بعض هنعدي الايام الصعبة دي زي ما اتفقنا ريح الزبون مش كده ولا ايه؟ يلا بينا فاعل عرفة وانا بربي الولاد كلاما اقول لربي يعني لو في بنت واحدة بس كانت فرقت كتير برقيتها وحنيتها وخفها على وين ستي مش متخيلة البيت اللي فيه صوديانه بس ولو كان اربعة كمان عجارة كالله بس سبحان الله ام ربنا يوعدني باربع بنات مرة واحدة خمس بنات ليش عليك بنات الكسب واب واخوات جدعاني ما انا عرف بجأة الان الي مش عارف انا حبتك ازاي يا حبتين ازاي دي على فكرة انا تحب جدا يعني كل بنت وهي صغيرة بيبقى عندها فتأ احلامها الراجل اللي في مخيلتها انت كان عندك فتأ احلام؟ طبعا كانت شكله عامل ازاي؟ جون ترافولتا ورشدي ابازة وعمر الشيف ايه ده ما دول كلهم شبهي الحمد لله قلبنا مش بيحكم بعينينا القلوب لها احكام تانية خالص مختلفة ومبهرة ما انت برضو ما كنتش فتاة احلامي اصلا يعني هو انت الطول عصلا؟ نعم هي بنات تعاولوا اهلا 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 ايه بقى؟ ايه ايه الاخبار؟ اعجابكم البيت؟ اكيد يوم جميل كويس الجوردن صغيرة شوية بس عادي صغيرة ده أنا وإنتي يا نولا وداشة هنلعب لعب مع بعض عادي وإنتي متعرفيش كلمة غير عادي هو أنت يا أمك للبنات البيت ده لا هو الحقيقة اللي بناها أبوي اللي يرحمه بناها بطريقة كده كان عنده فلسفة خاصة هبقى أحكي لك عنها بعدي أنا حسأزنكو بس ثواني أطلع عنها للولاد تفضل احنا على البر لو مش مرتاحين قولولي أنتو عارفين أن انتو رقم واحد بالنسبالي وحتفضلوا رقم واحد على طول مش محتاجة تقولي يا مام احنا عارفين وإحنا هنجرب وهنشوف وهمكايم الموضوع يا ماما وليقولك وهنا روح السنتر من هنا إزاي أنا اللي حوصلك زي ما دايماً بوصلك يانا يا حسأ أنا عايدة تيفي في قطي لا يعني إيه لا رأي إن إحنا مش لوحدنا في البيت يعني إيه مش عاوزين تذكروا؟ ده اللي إنت عاوزين توصليله؟ إعلق الدب ده بس بس يا ماما مش بس دي حاجة لاي لا اللي ماما هتقوله هو لا هنمشي حاجة تعالي يا أبلاد فدر تعالي وسلم زي حضراتك طالب زيك يا حبايبي يا حضراتك كونيز علينا ميني لا طبعاً زيك يا حبيبي شوفوا بقى أنا كنت عاوز أقول لكم كلكم كلمتين بعد إذن حضراتك يا بابا لو تسمح لي أقول حاجة بس قبل ما نتكمل فاضل يا دكتور علي بنيابة عن مصطفى وطاهر ومراد حابب أعتذر لكم عن اللي حصل مننا بس عذرونه إحنا فاجئنا اعتبرونا أخواتكو بالضبط إن شاء الله هتقدم عنا أيام حلو قوي إحنا كمان مبسطين قوي إنا إحنا كسبنا أخوات لي طامت أو حاجةكو بتعملي أكل حلو إحنا كمان عايزين نعتذر لكم على حصل إحنا كمان برضو كنا متفاجئين طول عملينا من إحنا نكون عندنا أخ ولد فنتمنى لأنت تكونوا على عد أحلامنا لا تطمني هتشوفي من نفسك أحلى حاجة أني هقدر لها كور مفيش لعبة كورة للبنات عايزي الحقيقة أنتو باللي قلتو ده اختصرتوا علي كلام كتير عايز أقوله أنا عارف إنه في تصور عند كل واحد فيكم إنه أنا ونادية حبينا بعض وقررنا نتجوز علشاننا ده جزء من الحقيقة بس الجزء الأكبر والأهم إن القرار ده كان علشانكم إنتو كلنا أمل نبني أسرة فيها أب وأم وأخوات بيحبوا بعض بيخافوا على بعض مهما كان اختلاف في وجهة نظرهم أو نظرتهم من الحياة هيفضلوا بيكملوا بعض وأنا هبقى أبوكم كلكم وخصوصاً البنات أحطوهم في عناي وأرجو أبقى قدل قول أعزة تقولي حاجة اللي ما نبدأ الاجتماع وإحنا رساً مبدأناش ده بس عشو نعرف إنه شو واحدك اللي بتعامل الاجتماعات يعني بصو أنا موافقة حسن في كل اللي هو قاله إحنا كلنا لازم نستوعب بعض أنا عارفة إنه كل واحد فينا كان لي حياته الخاصة بي أنا وحسن كمان كان لينا حياتنا الخاصة بينا ففي الأول هنضطر نستحمل بعض شوية مش هقدر أعود حب مامتكم بس أنا هحببوك زي ما بحب بناتي بالزبط وعارفة إنه حسن حيامل معاكو كده يا بنات كل اللي بطلبه إنه إحنا نحاول على قد ما نقدر عشان الحياة بتاعتنا تستمر طيب في بقى شوية قواعد وإجراءات جديدة لازم كلنا نعرفها منها مثلا إنه فيه أوض حتتغير مكانها وحاجات زي كده بعيداً بقى عن القواعد والحاجات اللي هتكسر والحاجات دي أنت هتعملي فرح ولا لأ؟ لا طبعاً لا لا ولا أحيش فارح اشتركوا في القناة 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 عن اذنك لذيذة قوي لذيذة والله انت اللي نسيذة تس اكتر واحدة فيهم السهل انت اللي سهل يعني انا سهل ممتنع امام يا كوي اقول نايزة عارف انت ليه مش مبسوط لا انا مبسوط ايه حرف قرارها برا هو دي ما بدعم بدي اندك هاي ازاي اعملين ايه؟ اقو بالكم هلو دورت على رقمك وقلت اكلمك اول لما استقررت وحشني الاقعاد معاك هو انت فيه؟ لما شوفك هحكيها هبعادت لك اللوكيشن طيب ماشي هخلص اللي بعمله هجيلك على طول مبار مساء الخير مساء النور انت الدكتور ايهاب؟ بالزبط انا كنت عايز اعرف لو ممكن نتقابل في وقت تاني في مكان تاني نتكلم شوية ده بخصوص ايه؟ ضروري قوي تعرف؟ لا مش لازم احسن نسيه تعرفك بنفسي انا اسمي شازا هو مش انت اللي هتتجاوز يا بابو؟ واضح انت قوي يا ريت رامزي كان واضح زيك بس هو مش واضح خالص نا هو واضح بس ممكن انت اللي مش عارفك هو عايز لا عارفها يعني او على الاقل عارفة كل اللي هو حكيه اكيد في حاجات انت عارفها وهي دي الحاجات اللي رامزي مش راضي يحكيها انما اوعدك يا ايهاب ان رامزي لو حكيها اعرف ارد عليك شوفت انت وضوح كده قبل كده؟ بصراحة لا يلا يا جماعة العروسة وصلت يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خليني في حضن قلبك خليني خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني وسيبني أعلم قصبني وسيبني أعلم خليني خليني وسبني أحلم وسبني وسبني أحلم وسبني أحلم وسبني أحلم وسبني أحلم وسبني أحلم